اشتركوا في القناة منتصف قطعة مستقيمة كنا بنحصل عليه ازاي؟ بنجمع السينات ونقسمهم على اتنين والصدات على اتنين والعنات على اتنين طب البعد بين نقطتين كان جازر فرق السينات تربية زي فرق الصدات تربية زي فرق العنات تربية هنبدأ بقى مع بعض النهاردة درس جديد وهو درس المتجهات درسنا سابقا في الصف الاول السنوي ازاي نحدد القطعة المستقيمة الموجهة القطعة المستقيمة الموجهة بتتحدد بتلت عناصر اول حاجة نقطة البداية تاني حاجة نقطة النهاية نقطة الاخيرة الاتجاه من نقطة البداية الى نقطة النهاية طيب لو عايزين نتكلم على متجه موضع نقطة في الفراغ تعالوا نبص كده مع بعض على الصورة المعروضة قدامكم لو لاحظنا دلوقتي في الصورة انه نقطة الف احداثياتها الف سين والف صاد والف عين الف سين بتعبر عن مركبة نقطة الف بالنسبة للمحور سين الف صاد مركبتها بالنسبة للمحور صاد الف عين بالمثل بالنسبة للمحور عين لو بصينا على احداثيات نقطة الف ولاحظنا مع بعض احداثيات الالف وبصينا على نقطة واو واو احداثياتها صفر وصفر وصفر هللاحظ كده مع بعض ان القطعة المستقيمة الموجهة واو الف هي عبارة عن متجه الموضع عبارة عن متجه الموضع لنقطة ألف بدايته نقطة واو ونهايته نقطة ألف وبالتالي متجه الموضع لنقطة ألف في الفراغ هيكون عبارة عن المتجه واو ألف المتجه واو ألف هو عبارة عن ألف سين ألف صاد ألف عين أي نقطة لو حبينا نجيب متجه الموضع بالنسبة لنقطة الأصل جميع المتجهات هتبدأ بالنقطة واو وبالتالي ممكن نختصر المتجه ده بدل ما نكتبه المتجه واو ألف ممكن نكتبه مباشرة المتجه ألف وطبعا المتجه ألف زي ما اتفعنا بيساوي ألف سين وألف صاد وألف عين مركبته في اتجاه محور سين هي ألف سين مركبته في اتجاه محور صاد هي الألف صاد مركبته في اتجاه محور عين هي الألف عين هننتقل مع بعض لنقطة تانية وهي متجهات الوحدة الأساسية متجهات الوحدة الأساسية احنا درسناها سابقا وهي كانت عبارة عن المتجه سين والمتجه صاد والمتجه عين المتجهة سين قدامكم عبارة عن واحد وصفر وصفر المتجهة الصاد عبارة عن صفر وواحد وصفر المتجهة عين عبارة عن صفر وصفر وعين دي اسمها متجهات الوحدة الأساسية واتفقنا وقلنا قبل كده أن متجهات الوحدة الأساسية دي حددناها كويس جدا السين واحد وصفر وصفر الصاد صفر وواحد وصفر العين صفر وصفر وواحد التلات متجهات معيارهم بيساوي كامل وانت فاكر معيارهم بيساوي واحد معيار المتجهات ديت بيساوي واحد تعالوا نشوف كده مع بعض نقطة جديدة لو عندنا المتجه ألف بيساوي ألف سين وألف صاد وألف عين وحبينا نحصل على معيار المتجه ألف معيار المتجه ألف هنجيبه ازاي؟ هو طول القطع المستقيم الموجهة واو ألف ده بيساوي جزر ألف سين تربيع زائد ألف صاد تربيع زائد ألف عين تربيع لو بصينا كده على المتجه اللي موجود قدامكم ألف بيساوي سالب ثلاثة واربعة واثنين وحبينا نكتب المتجه ألف بدلالة متجهات الوحدة الأساسية المتجه ألف هيكون عبارة عن سالب ثلاثة سين زائد أربعة صاد زائد اثنين عين هننتقل مع بعض النقطة تانية وهي معيار المتجه لو عندنا المتجه ألف بيساوي ألف سين ألف صاد ألف عين وحبينا نحصل على معيار المتجه ألف معيار المتجه ألف هيساوي جزر ألف سين تربيع زائد ألف صاد تربيع زائد ألف عين تربيع فيه ملحوظة مهمة جدا وهي معيار سابت في المتجه ألف سابت في المتجه ألف لو حبينا نحسب معيار متجه مضروف في سابت فيه قاعدة مهمة جدا بتقولي بقى أن معيار سابت في المتجه ألف ده بيساوي مقياس السابت في معيار الألف نشوفها على الشاشة كده معاكم هيت معيار سابت في المتجه ألف بيساوي مقياس السابت في معيار المتجه ألف ندي مثال عليها سريع كده لو قلنا معيار سالب ثلاثة ألف هيساوي مقياس السالب ثلاثة في معيار الألف وبالتالي هيساوي ثلاثة معيار الألف طيب هننتقل مع بعض لنقطة مهمة جدا وهي متجه الوحدة في اتجاه متجه معلوم لو حبينا يجيب متجه وحدة في اتجاه المتجه ألف هنسميه مع بعض يه ألف يه ألف دا بيساوي إيه بقى؟ بيساوي المتجه ألف على معيار المتجه ألف زي ما احنا شايفين يه ألف بيساوي المتجه ألف على معياره ندي نقطة سريع عليها لو قلنا أن المتجه ألف عبارة عن 2 و2 و1 وحبينا يجيب متجه الوحدة في اتجاه المتجه ألف هيكون في البسطة عندنا 2 و2 و1 وفي المقام معيار المتجه ده اللي هو هيكون 3 وهو جازر 4 زائد 4 زائد 1 هيكون 3 وبالتالي متجه الواحدة هيصبح 2 على 3 و2 على 3 وتلت هنخش مع بعض بقى في نقطة مهمة جدا وهي زوايا الاتجاه لمتجه معلوم لو بصينا على الشاشة دلوقتي المتجه ألف قدامنا بيصنع زاوية مع الاتجاه الموجب لمحور سين اسمها سيتا سين وزاوية مع الاتجاه الموجب لمحور صاد اسمها سيتا صاد وزاوية أخرى مع الاتجاه الموجب لمحور عين اسمها سيتا عين التلت زوايا اللي هم سيتا سين وسيتا صاد وسيتا عين اسمهم زوايا الاتجاه للمتجه ألف في الفراغ طيب زوايا الاتجاه دي قيمتها بتنتمي للفترة منين لفين بتنتمي للفترة من صفر لباي بتنتمي للفترة من صفر لباي طب ينفع زاوية الاتجاه تكون 200 مثلاً طبعاً لا ينفع زاوية الاتجاه تكون سالب 30 ينفع طبعاً لا زاوية الاتجاه بتنتمي للفترة من صفر مغلق إلى باي مغلق طيب لو حبينا نتكلم بقى في جيوب تمام زاوية الاتجاه جيوب تمام زاوية الاتجاه زي ما احنا شايفين على الشاشة هي جاتا سيتا سين جاتا سيتا صاد جاتا سيتا عين جيوب تمام زوايا الاتجاه تمام مرة هي جاتا سيتا سين جاتا سيتا صاد جاتا سيتا عين جيوب تمام زوايا الاتجاه دي مهمة جدا هنستفاد منها استفادة عظيمة جدا كمان شوية تعالوا تشوف ملحوظة مهمة أوي على زوايا الاتجاه الملحوظة بتقولي بقى جاتا تربيع سيتا سين زائل جاتا تربيع سيتا صاد زائل جاتا تربيع سيتا عين بتساوي واحد يعني جاتة تربيع الزاوية مع محور سين الموجب زائد جاتة تربيع ستة صاد زائد جاتة تربيع ستة عين تساوي واحد وفي نقطة بقى مهمة جدا وهي متجه الوحدة في اتجاه المتجه ألف اللي هو أيضا يهألف ده بيساوي ايه بقى؟ بيساوي جاتة ستة سين جاتة ستة صاد جاتة ستة عين يعني احنا نقدر نحصل على متجه الوحدة دلوقتي بصورتين الصورة الاولى يهألف بيساوي المتجه ألف على معياره الصورة التانية هي جيوب تمام زوايا الاتجاه هنرى بس عند الصورة اللي عندنا اللي هي جاتة تربيع ستة سين زائد جاتة تربيع ستة صاد زائد جاتة تربيع ستة عين تساوي واحد وأسألك سؤال لو طلب منك وقال لك جا تربيح سيتسين زي جا تربيح سيتصاد زي جا تربيح سيتعين يطرها تسوي إيه نفكر مع بعض كده جا تربيح سيتسين أنا أقدر يا مصر أشياء له وحط مكانها واحد ناقص جا تربيح سيتسين وجا تربيح سيتصاد بالمثل واحد ناقص جا تربيح سيتصاد وجا تربيح سيتعين أشياء له وحط مكانها واحد ناقص جا تربيح سيتعين هيبقى المحصلة عندي 3 ناقص هنفتح قوس هيتبقى جوه جاتة تربيع ستا سين جاتة تربيع ستا صاد جاتة تربيع ستا عين اللي هي قيمتها تساوي 1 فيبقى 3 ناقص 1 تساوي 2 يبقى جاتة تربيع ستا سين زي جاتة تربيع ستا صاد زي جاتة تربيع ستا عين بتساوي 2 الملحوظة الأولى بتقولي بقى زوايا الاتجاه مجموح قياس أي زاويتين أكبر من أو بساوي 90 يعني مجموح قياس اي زاويتين من زاوية الاتجاه اكبر من او بيساوي تسعين ولو كان في اتنين مجموحهم تسعين يبقى نستنتج فورا ان التالتة بتسعين يعني لو عندي مثلا زاوية قياسها مع محور سين الموجب تلاتين ومع الصادات ستين اللي اتن دولت مجموحهم تسعين درجة يبقى نستنتج فورا ان سيتعين هتساوي تسعين درجة طيب نكلم برضو فلحوظة مهمة المتجه الف لو زاوية الاتجاه له هي سيتا سين وسيتا صاد وسيتعين نقدر نستنتج مباشرة زاوية الاتجاه للمتجه سالب الف المتجه سالب الف زاوية الاتجاه له هتكون 180 ناقص سيتا سين و180 ناقص سيتا صاد و180 ناقص سيتا عين يعني لو قلت المتجه الف زاوية الاتجاه له 135 و60 و120 135 و60 و120 زوائل اتجاه للمتجه سالب ألف هتكون عبارة عن إيه؟ هتكون عبارة عن 180 نقص 135 هيكون الناتق 45 و180 نقص 60 هتكون 120 وستعين بالمثل هتكون 180 نقص 120 هتساوي 60 ملحوظة بسيطة وملحوظة مهمة نبدأ كده مع بعض أول مثال معنا النهاردة سؤال معنا بيقول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة المتجه ألف بيساوي 1 وسالب 1 و2 والمتجه به 0 و2 وسالب 3 المتجه جيم سالب 2 و1 و0 وطلب مني معيار 3 ألف ناقص به زائد جيم معيار 3 المتجه ألف ناقص المتجه به زائد المتجه جيم قبل مبدأ هحذرك من نقطة مهمة جدا ايه بقى هي؟ طالب بيعتقد ان المعيار نقدر نوزعه على الجمع الكلام ده مش مزبوط يعني يقول لي معيار ألف زائد به بيساوي معيار ألف زائد معيار به الكلام ده مش سليم ما ينفعش طب معيار ألف زائد به ايه على قطب معيار ألف زائد معيار به هي أقل من أو بتسويها يعني معيار ألف زائد به أقل من أو بتساوي معيار ألف زائد معيار به تمام؟ نرجع لمثالنا بقى دلوقتي نشوف المثال تاني هو طالب مني معيار تلاتة المتجه ألف ناقص المتجه به زائد المتجه جيم في طالب بيفكر بشكل غلط يقول لي يبقى معيار تلاتة ألف ناقص معيار البه زائد معيار الجيم طبعا الكلام ده مش مزبوط تماما ما ينفعش طب نفكر ازاي في حل المثال الاول هنجيب تلاتة ألف ناقص به زائد جيم نشوف كده مع بعض الحل تلاتة المتجه ألف ناقص به زائد جيم هتساوي لو ضربت المتجه ألف في تلاتة الاحداث السيني هيكون تلاتة ناقص البهه اللي هو صفر زائد الجيم اللي هو سالب اتنين المحصلة هتطلع واحد زي ما موجوده قدامكم طيب الاحداث الصادي هنضربه في تلاتة بالنسبة لألف يبقى سالب تلاتة ناقص البهه اللي هو اتنين يبقى سالب خمسة زائد الجيم اللي هي واحد هتكون المحصلة سالب 4 طبو الجيم هيكون 6 ناقص 3 زائد 0 طلعت بتساوي 9 المتجه 3 ألف ناقص به زائد جيم أصبح بيساوي 1 وسالب 4 وتسعة يبقى معيار المتجه 3 ألف ناقص به زائد جيم بيساوي جزر 1 زائد 16 زائد 81 طلعت جزر 98 لما نختصرها تطلع 7 جزر 2 نقول تاني جمنا الأول 3 ألف مقص به زائد جيم أصبحت 1 وسالب 4 وتسعة معيار التلاتة ألف مقص به زائد جيم أصبحت تساوي جزر 1 زائد 16 زائد 81 طلعت جزر 98 اللي هي 7 جزر 2 ننتقل لمساء الآخر السؤال التاني معنا بيقول يختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة المتجه ألف به بيساوي سالب 3 سين زائد 3 صاد زائد 7 عين المتجه به جيم صاد زائد 5 عين عايزين معيار المتجه ألف جيم نرجع لأولى سنوي قاعد الجامع المتجهات المتجه ألف به زائد المتجه به جيم لو فاكرين كابتساوي إيه؟ كابتساوي المتجه ألف جيم ألف به كمان مرة زائد به جيم نهاية الأول هي بداية المتجه الثاني يبقى الناتج هيدينا المتجه ألف جيم أقدر أستغل ده في مثالنا هو أعطيني المتجه ألف به وعطيني المتجه به جيم نقدر نحصل على المتجه ألف جيم آه نشوف كده الحل المتجه ألف جيم يا ترى هيساوي إيه؟ المتجه ألف جيم هيساوي المتجه ألف به زائد المتجه به جيم لما نجمع المتجه ألف بيه زائد البيه جيم سالب 3 سين هتكتب زي ما هي 3 صاد وصاد هتكون 4 صاد 7 عين و5 عين هتكون 12 عين معيار المتجه ألف جيم هيساوي جازر 9 زائد 16 زائد 144 طالعب بتساوي 13 ننتقل للسؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة أيضا إذا كان سيتا إذا كان ستين وسيتا صاد و45 هي قياسات زوايا الاتجاه لمتجه ما فإن سيتا صاد تساوي نقط يطرى 30 أو 60 ولا 60 أو 150 ولا 60 و120 ولا 30 أو 150 نسترجع كده مع بعض العلاقة المهمة اللي قلناها في بداية حصتنا جات تربيع 60 زائد جات تربيع 6 صاد زائد جات تربيع 6 عين تساوي 1 60 ب60 و6 عين ب45 جابة جات تربيع 60 بنص تربيع اللي هي بربع نشوف الحل برضو كده بالخطوات جات تربيع 60 نص تربيع بربع جات تربيع 6 صاد زائد جات تربيع 45 واحد على جزر 2 تربيع بنص تساوي 1 جات تربيع 6 صاد أصبحت تساوي ربع ربع زائد نص ب3 تربع أنا قلتها الطرف الأيصر بعكس الإشارة جات تربيع 6 صاد تساوي ربع ناخد الجزر جات سيتا صاد أصبحت تساوي نص أو سالب نص طيب الجاتة لما تكون بنص هتكون في الربع الأول يبقى هتكون الزاوية سيتا صاد بتساوي كام؟ بتساوي 60 طب يا مصر ليه ما قلتش في الربع الرابع ما هتجاتها مجابة في الربع الرابع أقول لك ارجع للعلاقة اللي احنا قلناها في البداية الأساسية إن سيتا سين وسيتا صاد وسيتا عين بتنتمي للفترة من صفر مغلق لباي مغلق يعني التالت والرابع مش موجودين معنا نهاي طيب لو جات سيتا صاد بتساوي سالب نص جات سيتا صاد بتساوي سالب نص نقدر نستنتج دلوقتي إن سيتا صاد بتساوي 120 خدتها في الربع الثاني طب ينفع ناخدها في الربع الثالث بفكرك تاني سيتا سين وسيتا صاد وسيتا عين بتنتمي للفترة من صفر لباي وبالتالي سيتا صاد أصبحت تساوي 60 و120 نقول لتاني بسرعة زوايا الاتجاه كانت 60 وسيتا صاد و45 قلت جيوب تمام زوايا الاتجاه مربعاتها مجموعة مربعاتها بتساوي 1 قلت جات تربيع 60 زائد جات تربيع سيتا صاد زائد جات تربيع سيتا عين اللي هي 45 تساوي 1 عوضنا عن جات تربيع سيتا سين ب60 بقى جات تربيع 60 مربحها هتدينا ربع زائد جات تربيع سيتا صاد زائد جات تربيع 45 اللي هي نص تساوي 1 حصلنا في الآخر على جات تربيع سيتا صاد تساوي ربع خط الجاز الجات تربيع سيتا صاد أصبحت موجب أو سالب نص عندي احتمالين؟ الاحتمال الأول أن جات سيتا صاد بتساوي نص منها السيتا صاد ب60 الاحتمال الثاني أصبحت 120 بكده أكون خلصت حلقة النهاردة معاكم أنتظركم في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة